دلوقتي انا بعد ما قصت على الكمة اللي انا عايزاه هنعمل الاسورة هنرتفع الاول هنعمل سلاسل بالمقاس اللي احنا عايزينه بتاع الاسورة وطبعا انتي لو عايزة تمشي على المقاس العام سنس انا هياخد 13 سنتي هترتفع 13 سنتي السنتين هيبقى 13 ونص هتمشي على الحاجات دي بس هتبقى داية جدا على فكرة مش هتعرفي ان انت مسلا تتحكمي في ان انت تلبسي حاجة تحت الهدوم وكده تمام فانا هنا هعملها 20 سنتي فانت شوفي الحجم المناسب لطفلك واعملي تمام انا هنا عملت سلسلة وهارتفع بسلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهبتدي ان انا هشتغل فيها غرزة حشو رايح جاي سبع سطور يبقى انا هشتغل للسورة بتاعتي هنا سبع سطور كده هبتدي اشتغل لاخر السطر غرز حشو وبعد كده هرتفع بسلسلة وهلف الشغل وهفضل اشتغل حشو رايح جاي سبع سطور وهرجع لكم تاني هنا بعد ما عملت الاسورة بالحجم اللي انا عايزاه وارتفعت سبع سطور هبتدي دلوقتي ان انا هتزايد في السطر الثامن هارتفع سلسلة وهلف الشغل وهتزايد في اول غرزة واخر غرزة انا عندي هنا اشتغل عادي غرزة حشو وفي نفس الغرزة هنعمل غرزة حشو كمان تمام وهبتدي ان انا هشتغل غرز حشو عادية في باقي السطر لحد اخر غرزة هعمل فيها اتنين وطبعا التزايد هتوقف على حسب كم تفلك هعمل ازاي انا عايزة تزودي اكتر عايزة تنقصي في السطور اللي بعد كده يعني انا هعمل دلوقتي تزايد في السطر الثامن وفي السطر التاسع وفي السطر العاشر وبعد كده هوقف التزايد وبعد كده هشتغل سطورة عادية من الحشو ومن غير ولا تزايد ولا تناقص لحد الطول اللي انا عايزاه او لحد اول ما هوصل للحردة بتاعتنا هبتدي ان انا هتناقص تمام انا دلوقتي هشتغل غرزة حشو في باقي السطر لحد ما هاجي للغرزة الاخيرة علشان نعمل فيها تزايد حد ما وصلنا للغرزة الاخيرة بالشكل ده هنخش في الغرزة الاخيرة بالابرة وهنعمل بدل الغرزة الواحدة هنعمل اتنين وهنرتفع سلسلة وهنلف الشغل وبرضو في اول غرزة هنعمل فيها تزايد وهنكمل آآ باقي السطر وهنعمل في اخر غرزة تزايد وزي ما قلتلكم انا هرتفع آآ عملتي تلت سطور تزايد اللي هو السطر الثامن والتاسع والعاشر فانتي هتعملي على حسب آآ ما انت عايزة تمام والكم التاني تمشي نفس الخطوات بالزبط يعني انت ممكن تسجليها في ورقة علشان ما تلخبطيش هتمشي نفس الخطوات بالزبط آآ علشان الكمين آآ يبقوا زي بعض ما يبقاش واحد دايق وواحد واسع هكمل انا كده السطر التاسع وهكمل السطر العاشر وهارجع لكم عشان هنعرف هنعمل ايه عندي هنا بعد ما خلصت السطر العاشر تزايد هبتجي دلوقتي ان انا هشتغل سطور من غير ولا تزايد ولا تناقص تمام انا دلوقتي انا بقيس الاسويرة بعملها بالشكل ده انا طبعا انا مطولة في السطر الاولانية علشان خاطر هتني كده في الاخر فانتي هتعملي برضو بالمقاس اللي انت عايزة وهتقيسي برضو آآ على القمة بتاع الطفل وهبتجي دلوقتي ان انا هتزايد آآ هبتجي ان انا هارتفع بالغرز معلش يا جماعة هبتجي دلوقتي ان انا هارتفع بالغرز آآ هارتفع سلسلة وهلف الشغل وهبتجي اشتغل في الغرز كلها غرز حشوة عادية وهفضل اشتغل كده لحد الطول المناسب اللي انا عايزاه او اللي انا بقيس عليه وانا هنا هشتغل لحد ما اوصل للحردة اللي زي كده على طبع المقاس اللي انا عاملاه وبعد كده هبتجي ان انا اتناقص يعني انا دلوقتي هشتغل بغرزة الحشو رايح جاي من غير ولا تناقص ولا تزايد هكمل كده معاكم لحد المقاس اللي انا عايزاه اللي هو آآ اللي انا بعمل عليه اللي شغال عليه وهارجع معاكم تاني عشان آآ نتناقص في الغرز هنا بعد ما خلصت آآ السطور بتاعت الارتفاع بتاعتي اللي عملتها من غير تزايد ولا تناقص آآ انا هنا وصلت آآ لحد حردة تحت القبط دي هبتدي دلوقتي ان انا هتناقص فيها آآ لحد ما اوصل آآ لفوق خلص علشان في الآخر هنركبهم في بعض يعني دلوقتي هبتدي ان انا هتناقص فيها ارتفعنا بسلسلة وهن هندخل في اول غرزة بعد كده مش هنكملها نخش في التانية ونقفل اللي اتنين معا بعد كده تناقصنا في اول غرزة وهبتدي ان انا اشتغل باقي الغرز بغرزة الحشو لحد ما اوصل آآ للسلسلة لحد ما اوصل الغرزة الاخيرة في السطر وبرده هتناقص فيها انا هكمل كده لحد اخر السطر واسيب اخر غرزة عشان نوريكو احنا هنعمل فيها ايه وهنا وصلنا الاخر غرزتين في السطر هشتغل الغرزة الاخيرة عادي والغرزة الاخيرة مش هشتغل فيها وهعتبر نفسي ان انا تناقصت فيها زي الاول السطر هبتجي دلوقتي ان انا ارفع سلسلة ارتفع سلسلة وهالف الشغل وهشتغل آآ برضو آآ تناقص في اول غرزتين اه في اول غرزة تمام انا كده تناقصت في اول غرزة هبتجي ان انا اشتغل برضو آآ غرز حشو لحد اخر السطر عندي هنا بعد ما وصلت للغرزة الاخيرة آآ الغرزة اللي قبل الاخيرة آآ انا دلوقتي آآ مش هشتغل في الغرزة الاخيرة برضو كده هشتغل عادي الغرزة الاخيرة مش هشتغل فيها وهرتفع بسلسلة وهالف الشغل وهبتدي ان انا تناقص في السطر الجديد كده هنخش هنسحب الخيط مش هنكملها وهنخش تاني وهنسحب الخيط مش هنكملها بقى عندي تلاتة هنطلع منهم مرة واحدة وهكمل عادي آآ باقي السطر بغرز الحشو وهنفضل كده نشتغل اول غرزة تناقص واخر واحدة هنسيبها مش هنشتغل فيها عشان هتعتبر تناقص لحد ما هوصل آآ لحد ما هوصل للكتف هيبقى شكلها كده في الاخر هنفضل آآ نتناقص نتناقص واحدة هنا وواحدة هنا آآ لحد ما نوصل للكتف بتاعنا تمام يبقى انا هنا الاول عملت الاسورة سبع سطور اسورة وبعد كده آآ عملت آآ التزايد في آآ ثمن سطر وتسع سطر وعشر سطر وبعد كده اشتغلت السطور دي من غير تزايد ولا تناقص وبعد كده تناقصنا لحد آآ حردة القبل يعني هتبقى نفس آآ نفس المقاس يا جامعة ده علشان لما تيجي تركبيها هتركبيها بالطريقة دي هتركبيها فيها هتبقى ادها بالزبط تمام انا دلوقتي انا خلصت عندي كده خلصت لكم وخلصت الجسم بتاع الجاكت هبتدي دلوقتي ان انا هوريكم ازاي هنعملهم هنشتغل عليهم نقفلهم ازاي عندي هنا هنجمع آآ الكطع بتاعت الجاكت كلها على بعضها وهنبتدي ان احنا نخيطها علشان آآ آآ نجمع شكل الجاكت آآ دلوقتي انا هعمل ايه هتجيب الكطع كلها هقلبها على ظهره انا في هنا وش وفي ظهر انا هقلب على الظهر علشان هاخيط عليه و هنجيب الكم برضو هقلبه على ظهره هنا في آآ آآ الحر ده واللي احنا عملناها دي هنبتدي ان احنا هنحط دلوقتي على بعديهم بالشكل ده هنزبطهم على بعديهم بالشكل ده وهنبتدي ان احنا آآ هنخيطهم نحاول نخلق دينا مزبوطة على قد ما نقدر هنبتدي ان نجيب الابرة التنظيف و هنخيطها عادي بالشكل ده هنحاول نوفق الغرز اللي قدام بعضها آآ قدام بعضها كده هنخش في الغرز كده وبعدين هنشتغل في اللي بعدها برضو كده و هنكمل كده آآ خياطة بنفس الطريقة دي لحد ما نوصل للا لاخر لاخر الكتعة في الكتف انا هكمل كده بنفس الطريقة اللي انا اورتها لكم وهرجع لكم تانية عشان واريكم هنشبك ازاي باقي الكتاعة بتاعة بتاعة الوش بتاعة الشغل في قلب الكمة برضو انا دلوقتي حطيت الضهر بشبكه في فردة من الكم وهشبك برضو معيها الناحية التانية من الوش بتاع الشغل طبعا انتو زي ما قلت لكم هتشتغلوا على الضهر عشان الوش بيبقى شكله غير الضهر خالص يعني شكل الوش حلو شوية تمام هنكمل كده للاخر وارجع لكم تانية انا هنا طبعا ركبت زي ما قلت لكم الفردة بتاعة الكمة هنركب الناحية التانية دلوقتي انا ركبت الكم وهركب الناحية التانية اللي هي ناحية الشمال يبقى انت هتبتدي قعب الضهر وهتجيب الوش الشمال اللي هو مفو الضرير اللي احنا كنا عاملينه الاول تمام هنبتدي ان احنا برضو هنجيبه على الضهر وهنبتدي نركب عليه وهنركب عليه بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها آآ الناحية التانية هيا اللي هي كده هندخل بالخيط عادي قلنا قدام الغرز قدام بعضها هنجي هنا بعد ما خلصتها وخيطتها كلها تجيننا الفاكدة هنجي اهوكم اهو لكم بتاعنا ظهر معينا اهو الشكلة ده الثانية اعرفه لكم هيبقى شكله كده وده آآ الوش بتاع الشوء آآ اللي هو الصدر والضهر اللي اتنين مع بعض هنبتدي بالوقت ان احنا نقفلها كلها كده وهنقفلها كده كل ده هنقفله بنفس الطريقة اللي انا ورتها لكم وهنرجع تاني وبردو ده برضو هن سواني بس كده ده برضو هنعمله بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بها الجنب ده ده الجنب اليمين هنعمله برضو بنفس الطريقة هنعمل دولات في بعضهم كده هنوفقهم مع بعضهم وينخيطهم وهنبتدي هنحط دولات مع بعضهم كده وهنخيطهم وهنبتدي ان احنا نلف برضو آآ جزء التاني بتاع الكم وهنخيط فيه آآ الجزء بتاع الوش اللي امين بنفس الطريقة هنخيطه كده وهنرجع تاني هكون قفلت الكدعة كلها عندي كده يبقى شكل الجاكت بعد ما قفلته وكل ده لسه عالضاه آآ دلوقتي انا هوريكم بفوق هنعمل ايه هتبقى فوق مفتوحة كده هنقفل آآ الحتة دي الصغيرة خالص دي على بعضها كده هنضمها على بعضها بالخيط هنقفلها عادي آآ زي اكنا انا بنضم اي حاجة على عايزين نخيطها عادي يعني هي سهرة جدا كنك بتخيطي اي حاجة عندك انا كده عملتها خلص هي كده تقفلت معنا هي دلوقتي انت لو عايزة تعملي آآ اللي هو الكتف الحتة اللي فوق دي هتعمليها لكن انا مش هعملها علشان ما تتبقاش ضيقة خالص على رقبة ابن انا هبتدي دلوقتي هرتفع بالطاقية هنضف الاول اللي هعمل الجزء ده زي ما ورته لكم من ناحية دي تمام وهنضف الخيوط اللي هي الزايدة وهارجع لكم عشان اعريكم ازاي هنعمل الطاقية بتاعتنا بس دلوقتي لسه مكمان ما قلبناش الشغل اعريكم هنقلبه وهيبقى شكله عامل ازاي بعد ما نضفت الخيوط الزايدة هنبتدي دلوقتي نقلب بالجاكت بصوه هو واسع هون يعني مش هيبقى ضيقة على الطفل ولا حاجة لما هتعملي اللي المقاس بتاعه يعني هتجيب المقاي حاجة ليه وتعملي عليه هتطلع حلوه وهتطلع كمان مش ضيقة هتطلع على قدو يعني على قدو الجاكتة اللي انت عملتي بالزبط اللي انت هتقسع عليها هيطلع زيوب الزبط ذو بعد ما عدلنا هنبتدي دلوقتي بقى ان احنا نعمل ايه هنشوف الزراير مكانها فين وهنحمله اقصدها هنا ما عمدي هنا هنعد احنا عملنا كم سطر وهنحط الزرار قدامه هيبقى بالشكل ده كده بالشكل ده وبعد ما هحط الزراير دلوقتي انت طبعا اي حد بيعرف يركب اي زراير واحنا هنركبها عادي تمام بعد ما هركبها هنشتغل احنا كمان ممكن قبل ما نركبها هنشتغل آآ سطر حشو كده كل ده سطر حشو يعني احنا ممكن نعمل ده كله سطر حشو فين الجزء ده كله كده نعمله سطر حشو عشان يبقى شكله شي كده من بره وبعد كده نحط عليه آآ الزراير هنعمل دلوقتي غرزة الحشو بتاعتنا هنخش في اول آآ الجاكت من ضحب وهنشتغل الخيط كده وهنعمل آآ سلسلة بعد كده في اللي بعدها هنبتجي نعمل غرزة حشو عندنا هنا بيبقى بالشكل ده هنعمل غرزة حشو هنا وغرزة حشو آآ جنبها يعني هنخش غرزة حشو وجنبها في السطر ده غرزة حشو وهنا غرزة حشو كده يعني تمام بالشكل ده هنكمل آآ غرزة حشو لحد اخر السطر وهنعمل بنفس الطريقة آآ غرزة حشو كده برضو آآ في السطر كله من ناحية الزراير آآ من ناحية العراوي عشان تبقى نفس الشكل تبقى نفس الشكل معنا واحنا هنعمل غرزة كده تمام وغرزة هنا غرزة في نص في نص السطر وغرزة في الفراغ آآ اللي جنبه هنا هكمل كده آآ هكمل حتى اخر السطر وهعمل آآ صف تاني الناحية دي وهارجع عليكم تاني بص حبيبا هنا عملت الحشو زي ما قلت لكم بس ما عملتها حشو واحدة بس انا اضطريت ان انا عملها تلاتة لان عندي هنا الزرار كبير فلو كنت عملتها واحد بس كان لما تيجي هقفل كده آآ الشكل كان هيدي وانا مش عايزاي دي فاضطريت ان انا اعمل هنا تلات سطور حشو ومن ناحية العراوي سطر واحد بس تمام انا ركبت هنا تلات زراير وقلت الرابع اركبه معاكم انا بركبه عادي اكيد انتو كمان هتعرفوا تركبوا لانه آآ زراير بتبقى سهل سهلة في التركيب احنا بركبه بالشكل ده الجاكت ده طبعا آآ مش ولدي بس ينفع بناتي كمان آآ ممكن تعمل الطقيعة دي اللي احنا نعملها دلوقتي بس آآ بدل ما هتحط فيها الودنين اللي احنا عاملانهم من فوق هتعمل الودنين اللي هم اللي زي بتاع القطة الطوال دول وهتركب فيها في يوم كم من فوق هيبقى بناتي وضغير كمان اللون دلوقتي انا هجيب طرف الشغل كده من فوق هنا ويبتدي ان انا هوصل في الخيط وهرتفع غرزة وهاشتغل في الغرز دي كلها آآ غرزة حشو آآ لحد نهاية السطر هنا وبرضو هرتفع سلسلة بعد كده وبرضو هرجع هلف الشغل وهاشتغل آآ غرز حشو فيها برضو رايح جاي انا هنا هكمل السطر كله لحد ما اوصل للآآ لآخر اللفة دي وهرجع لكم هوريكم هنعمل ايه فيها عندي هنا بعد موصلنا الاخر غرزتين في اللفة بتاعتنا اشتغل فيهم عادي الشكل ده هرتفع سلسلة وهلف الشغل زي ما انا قلت لكم هي دي الحتة اللي انا كنت عايزة ورها لكم ان احنا هنلف الجاكت كله كده وهنشتغل آآ ارتفعنا بسلسلة وهنشتغل برضو آآ غرز حشو رايح جاي كده نشتغل غرز حشو رايح جاي لحد ما نوصل آآ للليقل اللي هنا وبعد كده هنفضل نشتغل برضو رايح جاي نرتفع سلسلة ونلف ونرتفع سلسلة ونلف لحد ما نوصل آآ لطول الطاقية اللي احنا عايزينها آآ هنا شكل الآآ الطاقية بتاعتنا بعد ما ارتفعنا بالآآ بالسطور لحد الطول اللي احنا عايزينه وآآ برضو هتجيبه اي حاجة بتاعة التفلة تكون عنده اي لبس يكون في طاقية وبيتقسوها من آآ من عند الكتف آآ لحد طول الطاقية كامل وبتعملو زيها بالزبط يعني بيتقسوها بالسانتي وبتشوفو ووصلت لقد ايه وبتعملو قدها بالزبط ارتفاع آآ للطاقية بتشتغلوها تمام دلوقتي هبتجي ان انا اقفلها انا سيبت الخيط عادي زي ما هو في اخر الا اخر السطر اللي انا وقفت عنده هبتجي دلوقتي ان انا اقفلها بغرزة منزلقة قلبت الجاكت على دهر زي ما انتو شايفين كده وبعد كده هقلب دي كده لجوه عندي آآ هنا الغرز بين هي واضحة قدامكم اهي هنشتغل جواها آآ غرزة منزلقة هندخل الابرة في الخيط اللي احنا كنا سايبينه وهنبدل آآ غرزة هنشتغلها منزلقة آآ وسط بعضيها كده بالشكل ده دخلنا في اول غرزة وهنلف الخيط وهنطلع آآ من الحلقتين وهنبدأ آآ نوفق كل الغرز مع بعضها بالشكل ده ايه زي ما انتو شايفين كده انا بحاول ان انا اوضحها في التصوير ايه هتخش في في الحلقة لقصادك والحلقة للناحية التانية وهتلف لفها وتطلعي من الغرز كلها كده بالشكل ده وهفضل اكمل كده غرزة قدام غرزة هاخدهم مع بعض لحد اخر السطر هكمل كده لحد اخر السطر وهارجع لكم تاني نفس الطريقة دي عندي هنا بعد ما وصلنا الاخر غرزتين في السطر هننخش فيهم بالشكل ده وهنطلع فيهم بمنزلقة كده خلصنا هنا السطر بتاعنا هنرتفع سلسلة كده على الهوى وهبتدي ان انا اقص الخيط وهنضفه بقى يعني هنضفه بعدين الخيط الزيادة ده ده هيبقى شكلها بعد ما تقفلت هدلوقتي هبتدي ان انا هقلبها كده لجوه هيبقى شكلها كده قدامنا اهي ده شكل الطاقية بتاعاتنا هتنيها كده لجوه وهبتدي دلوقتي ان انا هركب الودان الودان اللي احنا عملناها معنا في في نص الحلقة والودان هنا هركبها عادي بالخيط اللي هو العادي بتاع الكروشي او ممكن تغيطها باي خطو ابرا عادي يعني تمام انا دلوقتي هحطها هزبطها بالزبط هواستنها كده بالشكل ده وهحاول ان انا هحطها تحت التانية بتاعت الطاقية كده وهدخل فيها من الناحية التانية او ممكن اخش فيها من هنا كده بالشكل ده هنخفيها تحت الشغل يعني احنا هنحاول ان احنا نخيط الخيطة تبقى تحت الشغل شكل ده 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 هكمل بقى هكمل فيها خياطة زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقة دي وبعد كده هعمل برضو التانية زيها بالزبط وهرجع لكم تاني عشان اوريكم الجيب هنركبه ازاي وكده احنا انتهينا من الخياطة بتاعة الودان وسبتناها بالطريقة اللي انا ورتها لكم دلوقتي هنسبت الجيب انا هنا حطيتها في لوجو انت ممكن ما تحطيش عادي انا هسبته برضو في الجنب اليمين عندي الدايرة اللي انا قلت لكم عملتها حطيتها هنا في اليد الشمال من ورا في اهي الشكل ده هتبقى على الكعب الضبط دلوقتي هبتدي ان انا هامل هركب الجيب والجيب ده انا قلت لكم انا عملته بقطعة من الحشو اه هتعمليه بالمقاس اللي انت عايزاه ولفت عليها بغرزة الحشو وحطيت اللجو زي ما انتم شايفين دلوقتي هبتدي ان انا هسبتها انا هنا حطيتها على المكان اللي انا احباها عليها. وهدخل برضو اه بالابرة كده تحت الشغل عشان بقى يبانش. وهفضل هخيطها كده اه عشوائي اه سبتها بيها يعني من غير ما تبان كده برضو تحت الشغل زي ما انا قلت لكم. الشكل ده كده. وهفضل همشي اه داير ما يدور بنفس الطريقة. هخش كده من تحت حرف الفي اللي احنا شايفينه ده كده. دخلنا بيه بالابرة. وهنرجع تاني برضو من نفس المكان اللي جنبه. تحت الشغل كده. وهبتدي ان انا آآ هسبتها زي ما قلت لكم كده بالشكل ده. وهارجع معاكم تاني. هنسبتها بنفس الطريقة تحت الشغل. وحاول ان انتي توسطني ايدك علشان خاطر ما يطلعش مع وجه معاك. تمام? هخلصها وهارجع لكم تاني. ده كده عندي الجاكت بعد ما خلصنا كل حاجة فيه. هنا هو الجيب اهو. زي ما قلت لكم لفيت آآ لي كده بالخير. بس سبت دي مفتوحة. طبعا انتي زي ما قلت لك هتعمل لي لأي مقاس انت عايزة لو قست على اي لبس عندك. عندي هنا تانيت القمة بالمنظر ده. وركبت الدارة اللي قلت لكم عليها. وزبطت الدنيا هنا. آآ والجاكت ده ده شكله النهائي. طبعا هينفع برضو للبنات لو زي ما قلت لك عملتي هنا ودن طويلة. وهتغيري في اللون. ممكن تحت آآ ممكن تحت اتوسعي آآ آآ في الحتة دي في في الوست. تعملي زي الفستان. تمام? اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. والجاكت يكون عجبكم ويكون الطريقة سهلة ويكون ما طولتش عليكم. آآ آآ ياريت بقى تعملوا اللايك على الفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تتابعيني. وتفاعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد.